عامل احسألك السؤال الواضح وصاليه وعايز اجابة بنعم اوله وبعد كده اتكلم زمان انت عايز هل الزمالك ممكن يتم اقاف كده مرة اخرى نعم نعم كابتان حسين لبيب اصلا نصرح بالموضوع واتكلم في الموضوع ده ان الزمالك يحتاج ل150 مليون جنيه في موضوع القضايا انا هقول لك التفاصيل طبعا لان طبعا كابتان حسين مش طبيعي ان هو هيقول تفاصيل الموضوع ولكن هو اشار ان في امور مهمة في نت زمالك هو بيعمل على حلها ماش اللي هي اساسة مشكلة القيد حل خالب بطيب وصل لنات زمالك حكم في شهر يناير الماضي حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية بإفاد ان الزمالك يدفع لخالب بطيب مليون وتسعمائة الف دولار زائد الفوادي يعني توصل لتنين مليون دولار وربعمائة الف دولار حل الزمالك عمل ايه قدم استقناف في المحكمة الفيدرالية بحيث ان هو يعني يبطأ تنفيذ الحكم ولكن في الصيف اللي جاي اللي انا بأكده لك الزمالك لازم يدفع هيبقى مطالب ان يدفع غرامة خالب بطيب عشان يقايد لعبته وفضله قضيتين هيبقى فضله باتشيكو وفرجاني ساسي فرجاني ساسي بسبعمائة الف دولار مفهوم قصتها اولها من اخيرها الزمالك بيحاول يتفاهم في الامر باتشيكو هي اللي ممكن توصل تتروح الغرامة فيها من 500 الف لمليون تلتمية الزمالك منتظر حكم نهائي في تلك القضية خلال الفترة المقبلة ولكن ادارة الزمالك القانونية تعمل على ارجاء يعني موضوع باشيكو وموضوع فرجاني ساسي لا اما للجدولة والاتفاقات لا اما يعني تيجي في يناير بحيث ان الزمالك يبقى عنده في الصيف بطيب بس لكن الزمالك هيكون مطالب بشكل كبير في الصيف القادم بسداد غرامة قضية خالب بطيب ولو ما تسددوش يبقى في صعوبة يعني زمالك دلوقتي مقدم الاستقناف في المحكمة الفيدرالية بس انا بقولك لو ما تسددوش في الصيف هيبقى في صعوبة ربنا استر